بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي تلاميذ الصف الخامس الابتدائي درسنا لهذا اليوم هو أحد دروس القرآن الكريم من الوحدة الخامسة اللي رح يكون هو سورة البلد طبعا سورة البلد هي آخر سورة رح نحفظها لهذا العام إن شاء الله والوحدة الخامسة هي آخر شي بالكتاب إن شاء الله نختم الكتاب على خير وسلامة سوية ونكون يعني أتحسن ضينكم وما نقصر وياكم بالشرح اللي أطلب منعدكم عزائي أنه تحفظون السورة القرآنية على التسجيل الصوتي تعرفون كل الزين أنه إحنا بالتسجيل الصوتي نحفظ اللفظ والمخرج الحرف بشكل أوضح وأحسن من ما أنه أحفظه على الكتاب لأن هذا قرآن كريم ومجاز أنه أنا أحفظ بشكل خاطئ رح تلاحظون هاي الصورة لأمامكم أنه أكو بيها أسهم أريد تتبعون وياي الأسهم من تبدي وشان تنتهي حتى تنطبع بدماغكم الصورة البسيطة اللي موجودة بهذا المخطط في سبيل أنه نكون نحفظ بشكل أسرع وأسهل وأحسن لكم طبعا القراءة تكون بشكل متقن والنطق يكون صحيح للحفظ الصحيح أبدو إياكم بقراءة سورة البلد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فقرقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب مشأمة عليهم نار مقصدة صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأن تحلوا بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وهديناه النجدين فلك تحمل عقبة فلك تحمل عقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة لا أقسم بهذا البلد يقسم الله تعالى بمكة المكرمة أفضل البلدان على الإطلاق حيث شرفها الله بوجود المسجد الحرام فيها وجعل المسجد الحرام فيها حرم وله أحكام معينة فمن أحكام الحرم مثلاً لا يجوز صيد الحرم ولا يجوز قطع شجر الحرم ولا يجوز أخذ أي شيء من الحرم وغيرها من الأحكام وأنت حل بهذا البلد خاطب الله تعالى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأحل له في ساعة في يوم من الأيام يجوز له فيها أن يفعل ما يشاء من الأحكام التي كانت محرمة على الناس في المسجد الحرام كصيد الحرام وأكل شجر الحرام وغيرها ووالد وما ولد ثم أقسم الله تعالى بآدم عليه السلام وذريته من البشر لقد خلقنا الإنسان فيك بدء بعد أن أقسم الله تعالى بالبلد وأكرم الرسول الكريم وأقسم بأبينا آدم وذريته يخبرنا الله تعالى نحن البشر أن الحياة الدنيا لن تكون سهلة سنحيا فيها في مكابدة ومشقة وجهد وكفاح وتعب ففي كل مراحل حياتنا سيكون هناك كبد أي مشقة لنصل لما نريد هذه هي طبيعة الحياة فهي اختبار لنا ولقوتنا ولكن علينا أن نكابد في الدنيا لنرتاح في الآخرة وأخسر الناس من يكابد ويكافح في الدنيا ويعاني كذلك في الآخرة أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ثم يقول لنا الله تعالى أن بعض البشر عندما يواجهون التعب والمشقة يخترون بقوتهم وقدرتهم وما لديهم من مال فيتكبرون ويظلمون ويفسقون ويفعلون أفعالا سيئا ولا يخافون من عقاب الله تعالى لهم فهل يظنون أن الله لا يقدر عليهم؟ يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد وعندما يدعى هؤلاء الأشخاص السيئون للخير وبذل المال وإنفاقه يقولون أنفقنا الكثير يكفي ما أنفقناه وما بذلناه هل يظنون أن الله لا يراهم؟ الله يراهم ويعلم ماذا أنفقوا ولماذا أنفقوا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين هؤلاء البشر يخترون بقوتهم والله هو من أنعم عليهم بهذه القوة ويبخلون بمالهم والله هو الذي أنعم عليهم بالمال ولا يشكرون ولا يهتدون مع أن الله هو الذي أعطاهم حواسا تهديهم إلى الصواب أعطاهم عينين ليبصروا بها وأعطاهم لسانا وشفتين ليستعينوا بها على الكلام والتعبير وأعطاهم كذلك القدرة على إدراك طريق الخير والشر والحق والباطل ليختاروا بأنفسهم الطريق الصحيح فلقتح من العقبة وما أدراك من العقبة وسوف يصادف البشر في هذين الطريقين عقبات وصعوبات تمنعهم من الوصول للجنة سمى الله هذه الصعوبات بالعقبة وعلينا أن نقتحم هذه العقبة لكي نصل للجنة ثم عظم الله من شأن اقتحام العقبة حيث أن اقتحام العقبة لن يكون سهلا بل يحتاج إلى جهد ومشقة وتعب والمعنى العام من اقتحام العقبة هو مجاهدة أنفسنا حيث شبه الله لنا جهادنا لأنفسنا وكأننا نقتحم عقبات ومصاعب في طريق ما إذا علينا أن نجاهد أنفسنا ونتحلى بالإرادة والعزيمة في سبيل الله وأن لا نتراخى ونستسلم فك رقبة ثم وضح الله لنا كيف نقتحم العقبة وكيف يكون جهاد النفس الحقيقي فقال فك رقبة ويكون هنا الجهاد بإنفاق المال في سبيل الله لتحرير عبدا من العبيد ليصير حرا كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقد كان يجاهد بماله حيث أعتق أبو بكر الصديق في مكة سبعة عبيد منهم بلال بن رباح رضي الله عنه أو إطعام في يوم ذي مسغبة ومن الأمور كذلك المهمة التي تعين على اقتحام العقبة أن نطعم الناس عندما تنتشر المجاعة في البلد ونكون نحن الجائعين أصلا يتيما ذا مقربة أي أن نطعم اليتيما صاحب القرابة لنا ونكفو له ونرعاه أو مسكينا ذا متربة أو إطعام ومساعدة المسكين المعدم شديد الفقر المطروح في الطريق ولا بيت له ولا شيء يقيه من التراب ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ولكي يستطيع الإنسان اقتحام العقبة عليه أولا أن يكون من المؤمنين فلن ينجح باقتحام العقبة إن لم يكن مؤمنا حتى لو فك رقبة أو أطعم الطعام وعلى المؤمن كذلك أن يوصي نفسه وإخوانه المؤمنين بالصبر فاجتياز العقبة والمصاعب في الحياة ليس سهلا إنما يحتاج إلى الصبر الشديد وعلى المؤمن أيضا أن يكون رحيما عطوفا على الجميع ويوصي إخوانه المؤمنين بذلك أولئك أصحاب الميمنة والذين سيقتحمون العقبة والمصاعب سيأخذون كتابهم بيمينهم يوم القيامة ويدخلون الجنة ويعيشون فيها في سعادة دائمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة أما الكفار الذين لم يؤمنوا بالله تعالى لن ينفعهم عملهم ولن يقتحموا العقبة وسيأخذون كتابهم بشمالهم يوم القيامة ويعيشون ببؤس وتعاسى ويدخلون النار ثم تخلق عليهم أبوابها فلا يخرجون منها أبدا اللهم قنا عذاب النار يا رب علمتني سورة البلد أن أكافح وأصبر وأستمر مهما كانت الصعوبات ومهما كانت العقبات علي أن أجاهد نفسي وأقدم أفضل ما لدي وأن أتذكر دوما أن الله يراني فلا أفعل ما يغضبه علي أن أكون رحيما عطوفا أساعد كل من يحتاج مني المساعدة شكرا